السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان وحييكم بتحية الإسلام لكم جميعا وربنا يوفقكم يجعل أيامكم سعيدة وجميلة بإذن سبحانه وتعالى اليوم هنتحدث في مؤتمر اللي هو عن اليمن اليمن ده مؤتمر بتنظمه اللي هو الوكالة اليمنية للتنمية في اسطنبول اليمن تحديات العمل الإنساني في اليمن في ظل جائحة الكورونا اليمن قبل الحرب كان فيه هناك 14 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة الآن بعد الحرب السنوات الماضية أصبح عدد المحتاجين لمثل هذه الحاجات 24 مليون نسمة الأمر أصبح خطير جدا 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 نحن نسمي الكورونا جائحة أنا عندي جوائح أخرى أحدهم جورج فلويد لأن المشكلة جورج فلويد خرجت من أمريكا إلى كندا إلى أوروبا إلى دول أخرى في أقل من ثلاث أسابيع لجائحة أخرى اليمن جائحة يعني أخرى سوريا جائحة أخرى كذلك نحن نتحدث عن مثل هذه المشاكل الإنسانية التي أعتقد أنها مشاكل غير أخلاقية القضية اليمنية حاليا هي قضية جائحة يمنية غير أخلاقية لمن لا يعرف تاريخ اليمن سأتحدث معكم على من هي اليمن وما هو فضل اليمن على العالم العربي وعلى العالم الإسلامي اليمن هم العرب العاربة أصل العرب وأصل العروبة وأصل اللغة العربية فعيب علينا في القرن الواحد وعشرين أن نجد أن هذا الشعب اليمني يعاني هذه المعاناة هذه المعاناة هذه المعاناة من جيرانه اليمن والشعب اليمني كان ليه فضل كبير جدا على بناء كل دول الجوار النهاية التحتية بناء الاقتصاد بناء المجتمع الاقتصاد بتاعه بناء حتى اللي هو الأنظمة السياسية والاقتصادية في مثل هذه الدول قبل أن تصبح دول فكان هناك فضل كبير جدا لأبناء اليمن دول الجوار على كل دول وجوار بالاستثناء اليمن أيضا بالنسبة لمسلمين يعني هو عيب على العرب أن يروا ما يحدث في اليمن ويظلوا سامتين وعيب على المسلمين أن يروا ما يحدث في اليمن ويظلوا سامتين لأن اليمن هم أنصار أو اليمانيون هم أنصار رسول صلى الله عليه وسلم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من قال فيهم مصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة يمنية والإيمان يماني والفقه يماني وهم من نشروا الدعوة الإنسانية الإسلامية في مشارق الأرض وما غاربها فنجد أن فضل اليمن والشعب اليمني على العرب كبير جدا وفضل اليمن والشعب اليمني على العالم الإسلامي كبير جدا حتى فضل اليمنيين على الأوروبيين كبير بعد الحرب العالمية الثانية أتى اليمنيين كما أتى الباكستانيين والهنود لكي يعيدوا بناء مثل هذه الدول زي بريطانيا وغيرها فلذلك أفضل اليمن على من حولها من جران وعلى العالم الإسلامي والعالم العربي كبيرة 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 فعيب علينا جميعا عيب علينا جميعا أن نرى ما يحدث في اليمن وأن نظل صامتين ولا نحرك ساكن طيب بعد مثل هذه المقدمة التي تكلمنا عنها ما هو الحل؟ في 24 مليون يمني محتاجين مساعدات آنية وفي نفس الوقت في حرب قائمة دعونا نضع زي ما تحدثت معكم من قبل أن لكل مشكلة شجرة المشاكل وخريطة الطريق الخريطة الطريق في الحل في المشكلة الليمنية عشر نقاط سأذكرها عشر نقاط سأذكرها وسنعيشها معا جميعا أول نقطة بالنسبة للمؤسسات الإنسانية والمؤسسات الاجتماعية هي التنسيق 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 بين كل مؤسسة وكل جمعية تعمل على مستوى القرية ومستوى المدينة ومستوى المحافظة ومستوى الوطن لا عذر لنا إلا من ننسق مع بيننا البعض كيمنيين مؤسسات يمنية ثم مع المؤسسات الدولية التي تعمل معنا في المدينة أو في القرية أو في المحافظة التنسيق أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة لماذا؟ لخفض النفقات وتقليل إهدار الأموال في اليمن هذه نمرة واحدة نمرة اثنين لزاما علينا أن نقوي المجتمع المدني اليمني لأنه هو المجتمع الذي سيبقى نحن كمؤسسات دولية نأتي ونذهب حسب ما تكون هناك مشاكل في العالم أما من سيبقى على ظهر الأرض في اليمن فهي المؤسسات الوطنية اليمنية فلا بد علينا أن نقوي ونمكن هذه المؤسسات اليمنية وكما جاء في مؤتمر القمة الإنساني الذي عقد في اسطنبول في 2016 التوطين العمل الخيري وتمكين المؤسسات الإنسانية والمجتمعية الخيرية هو أهم من ركائز التي خرجنا بها من مخرجات مؤتمر القمة الإنساني في عام 2016 في اسطنبول النقطة التالتة أن نبتكر وسائل جديدة في جمع المال نحن نريد مال نريد مليارات 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 كان هناك مؤتمر عقد لجمع المال لدعم اليمن في دولة عربية منذ أسبوعين تقريبا وتقريبا شبه فشل لأن في بعض الدول أحجمت عن المشاركة في مثل هذا المؤتمر نحن بقى كشباب في الجمعيات لابد علينا أن نبتكر دي النقطة التالتة كيفيات جديدة في جمع الأموال لمساعدة هذا الشعب المنكوب ثم نتواصل مع بعضنا البعض أنا قلت فيه فيه في الأول أنا قلت تنسيق في تواصل بقى نتواصل مع بعضنا البعض ونتعاون ونبدأ الشراكات لماذا؟ لأن المال ليس مالنا المال ملي شعب اليمني المؤسسة ليس مؤسسةنا مؤسسة الشعب اليمني فلابد أن نتكاتف مع بعض ونتواصل ونتعاون ونبني الشراكات لكي يقلل إهدار المال ثم نتبع الشفافية كمعيار محوري وأساسي فعملنا سواء في جمع التبرعات أو في إنفاق الأموال نعم الخامسة وده في منطقة خطورة عدم تسييس عدم تسييس عدم تسييس العمل الإنساني داخل اليمن داخل أي محافظة وعدم انتسابه لأي جهة معينة سواء كانت جماعة معينة سواء كان حزب معين سواء كان ثقافة معينة سواء كان مذهب معين كل هذا باطل ليه لا نحن بنتحدث عن 24 مليون محتاج أنا مش هخصي في التفاصيل تقارير كم طفل وكم امرأة وكم 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 لكن كثير 24 مليون دولة دولة شعب كبير محتاج هذه التسييس يعتبر يعتبر إثم التسييس إثم في العمل نعم ستة أن نعتمد في التنفيذ داخل اليمن وبالدرجة الأولى على المؤسسات المحلية على المؤسسات المحلية اليمنية فالشريك المحلي اللي احنا من جهة بنقوي شكته بمعنى أننا بننمي قدراته وبنمكنه ونفعله علشان هو يكون قادر على البقاء بعد أن نذهب نحن كمؤسسات دولة يمن اليمن وأهل مكة أدرى بشعبها دي نقطة السادسة نقطة السبعة الشباب ويمكن نصف سكان اليمن وأهل يمن الشباب شباب يعني شباب وشبات لابد أن نسركهم معنا في إدارة أمور جمعياتنا ولابد أن نؤهلهم ونمكنهم ونجعلهم قادرين على أنهم يكونوا معنا شركاء في إدارة العمل الشباب طاقة الشباب رؤية الشباب حماس الشباب فاعلية وتفاعل الشباب أفكار جديدة فلابد أن لا نغفل أبدا على الإطلاق دور الشباب في هذه الجائحة داخل المجتمع اليمني هناك جائحتين في اليمن جائحة الكورونا ونحن نعرف ما أثار الكورونا على عالم كله وكيف أوقفت كثير جدا من مسالك الحياة في دول كبرى ودول قوية ودول متقدمة والجائحة الأخرى في اليمن اللي هي الحرب اللي نتكلم عنها والحاجة نمرة ثمانية إشراك المرأة اليمنية أنا أعتقد في رأيي أنا شخصي المرأة اليمنية هي رأس الحكمة لأن المرأة بخصائصها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لها تستطيع أن تتعامل مع قضايان الإنسانية بطرق مختلفة فالشباب من جهة والمرأة من جهة والرجال من جهة نكمل التكامل ما بين هذه القطاعات الثلاثة داخل المگتمع اليمن التواصل مع كل المسؤولين يعني قلنا في تنصيق بين جامعيات المحلية وتنصيق منها بالمؤسسات الدولية معها التنصيق كذلك مع المحليات مع الحكومات المحلية في كل مكان على مستوى القرية على مستوى المدينة على المستوى المحافظة على مستوى الدولة تنسيق معهم نمرة 10 تكوين مجموعات ضغط لماذا؟ لأن الحرب منذ خمس سنوات دمرت البلاد دمرت البنية التحتية شردت الكثيرين زادت عدد المحتاجين من 14 مليون إلى 24 مليون في هذه الفترة البسيطة نريد أن نقوم بعمل مجموعات ضغط مجموعات ضغط على المسؤولين أنا أقول لكم ما كان يحدث في الماضي في منتصف التسعينيات من قرن الماضي الدول الأوروبية بعد الحرب في العراق عام 1992 قررت أنها تحاصل العراق تعمل حصارة على العراق لا يوجد أشياء تخش أو أشياء تخش هذا بالنسبة للعراق تعرفوا الحكومة العراقية تقول ماذا؟ يقول هذا الحصار هذا الحصار لا يؤثر علينا كحكومة لا يؤثر علينا كوزراء لا يؤثر علينا كمسؤولين إنما يؤثر على الشعب العراقي الحصار اللي عملوا قوات التحالف في 1992 على العراق أدى إلى موت ما لا يقل عن مليون وإصابة أطفال بالسرطان الأبيض إلى آخره من الغبار الذري الذي كان يغلف القنابل هناك إلى آخره وتدمير البنية التحتية من صحة لتعليم لمياه إلى آخره إلى آخره إلى آخره فبالتالي لابد أن نتعلم من التجربة العراقية نتعلم من التجربة العراقية والحصار اللي كان مفروض على العراق كما قال بعض المسؤولين في هذه الفترة مثل طارق عزيز وغيره لكن الأوازيل الخارجية يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة والفوضى بين المحتوى أي حرب أي حرب لا يوجد أشخاص تخرج فيها منتصر 100% الخاسر الوحيد في الحرب اليمنية هو الشعب اليمني فإن أردنا إن أردنا أن نقف الحرب لابد أن نضع شروط ليقاف الحرب لأن في الحرب اليمنية أصبح هناك فيه تجار حروب سماصرة حروب مجرمي حروب وكذلك سماصرة حروب تجار حروب مجرمي حروب ومجرمي حروب ومشعدي حروب فإن أردنا أن نقف الحرب لابد أن نقفها بس بشروط بشروط لأن الحرب في اليمن هي حرب غير أخلاقية غير أخلاقية سقط فيها العرب وسقط فيها المسلمين كثير في ما يحدث في أبناء الشعب اليمني فلابد فلابد أن أردنا أن نقف هذه الحرب أن نتابع الذين أشعلوها أشعلوا نار الحرب ودمروا البلاد وشردوا العباد نتابعهم كما حدث في قضية البوسنة بعد عشرات السنين استطاع عن طريق المحكمة الدولية يتابعوا مليسوفيتش كاراديتش ميلاديتش وكلهم أتوا للمحكمة وحوكموا كمجرمي حرب حوكموا كمجرمي حرب وذاته لن يحدث إلا إن وثقنا الجرائم النتي كانت ترتكب في البوسنة وحاليا ترتكب في اليمن فمن هم سماسات الحرب؟ لابد أن نتابعهم هم الذين تربحوا من الإتجار في السلاح لإشعال نار الحرب ومن هم تجار الحرب؟ هم الذين تربحوا من الإتجار في المواد الغذائية كثير جدا من مواد الغذائية في المواد الغذائية الفاسدة تأتي للشعوب ويتربح منها بعض المسؤولين أو بعض الجمعيات يعني التجار الحرب الذين تربحوا من الإتجار في المواد الغذائية والإغاثية التي كانت تأتي كمساعدات للشعب اليمنى أو لأي شعب آخر نتلت مجرمي الحرب الذين قتلوا الأبرياء بدون حق كما نرى الآن في القضية الليبية في منطقة الترهونة ماذا وجدوا من مقابر جماعية وكما رأينا من قبل في مسبحة سريبرنيتسا ماذا فعل السرب التشيتنيك في مسلمة سريبرنيتسا وقتل منهم ما ليقل وقتل عن حداشر ألف إنسان في قل من ثلاث تيام دول لما كان في وصائق كما يقول الجمعيات قنني طلعي المعلومات طلعي أبحاث وأرقام وإحصائيات وأقدميها لمحكمة العدلة الدولية نور الأربعة نحاسب أيضا مشعين نار الحرب على نعم الجهات المتصرعة ويسعون لتقسيم البلاد من الجهات الأجنبية كل هؤلاء لابد يكونوا أصلا نحن نشير إليهم أن هؤلاء لابد أن يحاسبوا وإلا لن يحدث السلام لن يحدث السلام لن يحدث السلام فمن شروط إيقاف الحروب في هذه الأماكن سواء كان في اليمن أو غيرها أننا نبحث عن سماسلة الحروب تجار الحروب مجرم الحروب وكذلك مشعلي نار الحروب فعلى المؤسسات اليمنية عمل قوائم بأسماء هؤلاء وإيجاد براهين على ما فعلوه ما فعلوه حتى يحاسب هؤلاء في المحاكم الدولية كمحوسبة مجرمة الحرب في البصنة من قبل هذا هو الذي نريده بناء مجتمع يمني ضغط على مجتمع الدولي العمل الإنساني مش مجرد عمل مؤتمر عشان نجمع تبرعات لناس وفي نفس الوقت الناس بتتقتل من كل حتة زي ما كانوا البصنويين بيقولوا مش عايزين فلوس في التسعينيات مش عايزين أكلكم مش عايزين نشربكم مش عايزين نبسكم وقفوا آلة الحرب اللي كان بيتزعمها السرب في هذا الوقت واللي حصلت ما أنا يقل عن 250 ألف نسمة 80% منهم من المسلمين والباقي من السرب والكروات فلذلك المال مش هو فقط الوسيلة الوحيدة اللي احنا نسعى لتحقيقها لكن علينا أن نعمل مجموعات العمل مجموعات الضغط لكي تستطيع هذه المجموعات من خلال الأبحاث والأرقام والتقارير أن تقدم مجرم الحرب وسماسرة الحرب ومشاعر الحرب وتجار الحرب إلى المحكمة الدولية ومحكمة العدل الدولية لكي يستطيب الأمنية سبقت في اليمن ولكن في كل مكان في العالم نحن لا يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في عزل الكعبة كان بيقوله قدسية المسلم كان قدسية الكعبة معنا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظن به إلا خيرا يعني الكعبة في جهة وروح المسلم أو المؤمن في جهة أخرى الكعبة لو هدمت هنرجع عند منها تانية لكن الإنسان لو قتل وسحل وعزب ومات وراح تحققه لن نستطيع أن نغتير حياة مراقبة فعلينا يا جماعة أن نتكاتف من أجل القضية الإنسانية اليمن من أجل القضية الحققية اليمن من أجل قضية مناصرة الشعب اليمن من أجل سلام لليمن عادل وشامل يبنى على قواعد أساسية فيها محاسبة مجرمي وتجار وصماصرة ومشعيل الحبوب ليس فقط في اليمن بل وكل مكان في العالم وغزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته